موسيقى يا حسن يا خولي الجنين يا حسن ايه وجه العظمة فيه العظمة في كل حاجة فيه الوجه العظمة فيه في المشي والطريقة والبصة وبيهتز من ايه؟ ما يهتزش من حاجة قابل يعني وحنا ماشيين في الغابة فنلاقي قصود قال لي سعد المدرب بتاعه بيقول لي انه لما يبقى الاسد واكل ومبسوط ما يفترس حد ده صحيح؟ يعني انا لو طلعت ايدي هنا دو دخلت ايدي دلوقتي لا 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 ما عملش حاجة يمكن يدقها كده على سبيل الدواءان ما يهتزش من حاجة بعدين يعود ايه؟ بس انا عند اقتراب مني هكون انا كمان روح بلا طلعات ما عارف هكون انتكالت انا وانت لكن انا متاهيه لأستاذ فقاد حاجة موهمة هل هو حيوان زكي؟ يعني يقال ان الكلب بيعرف طبعا صاحبه انا متصور انه هزا الاسد بيعرف ساعد المدرب بتاعه طبعاً هل حدرتك من التردد على هزي الجنينة انت تعرف حسن ده؟ انا لا انا سمعت اسمه بس الوقت اه يعني قصدي ما انشرفتش بمعرفته لا لا لسه اول مرة تشرف ببيه طيب هل هو هيوان زاكي الاسد؟ والله انا مش عارف اه يعني متهيالي انه ايه متوسط الزكاء انا بعتقد ان حدرتك يمكن الحاجة الاساسية فيه اللي انت عجباك مش الزكاء انت عجباك القوة مش القوة لا ازاهو والكبرياء والالاطا انت بتقول لي لما كنت في الغابات في اغندا كنت قبل ما توصل بميل صمت صمت الوردن اللي قدامنا المرافق يقول لنا ايه؟ اسكت انت قلت عبارة عظيمة قوي قلت الاسد هناك وهبته معاه هبته معاه يعني هبته تسبقه تسبقه الهيبة بتاعته نخرص خالص ما نتكلمش لغاية ما نروح نشوفه هو تحركت دلوقتي يا استاذ فؤاد حركت ايه؟ ألأ ولا ايه؟ اه يعني هو بيقول ايه؟ من لولادي اللي بره دول انا مش قادر افهم يعني هم ارزوني له نهاردة بناس ما نشقد ما الفرق بينه بين اسد السرك؟ لا اسد السرك متهيقلي حاجة تانية يعني حاجة تانية له يعني ده اسد ملوش علقة بالشهرة لا 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 مش حاسس هو ان فيه تصوير ولا ايه لا لا ده من من الشعب يعني ده من الشعب يعني ده من الشعب يعني اسد جده اسد على باب الله على باب الله انما انت حبك في الاسود هل لي سبب فطفلتك؟ يعني انا احب الاسد انا هقولك على حاجة حكتهالي السيدة فضيلة توفيق ايه؟ والاسعية المعروفة بتقول ان حضرتك مرة قلت انك انت دخلت حمام عند حد لقيت اسد جريت فضل يجري وراك لغاية مهدان الابرة لا 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 السيدة فضيلة توفيق بتقول ان الاساس فقدر مهندس بيتمتع بخيال واسعة لا 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 ايه الحقيقة بالزبط؟ الحقيقة ان انا دخلت حمام علشان يعني اا اقضي حاجة نعم فلقيت اسد جوه اه ده حقيقة اه ده حقيقة؟ ده في بيت مين ده؟ ده في بيت السيدة ساميحة توفيق الممثلة اللي كان ابوها اللي هو بتاع سلك الحلو اه اللي هو الأصلي فكانوا بيجيبوا الحيوانات اللي مش نافع بالسيرك يودوها البيت عندهم في الدقي في الفيلة لغاية ما تيجى عربية الجنيه الحيوانات تاخدها اه فأنا التصدف ان نعمل هلخفر عندها في البيت في هذا اليوم فحبيت اخش الحمام فكان في اسك في الحمام فدخلت الحمام وبعدين ممكن تتصوير حصلين ايه حصل ايه كلي ما اتحدى من الاختبار الامرى دي؟ لا مفيش عداد الامرى طبعاً الحاجة طبعاً نزلت في أي مكان يعني ممكن نقول يعني جاي يقضي حاجة في الحمام نزلت الحاجة في أي حجة في مكان يعني فخرجت بالحمام وأنا يعني في حالة يعني تتمنى يبقى عندك أسد في البيت؟ كان عندي أسد في البيت لمدة 3 أسابيع حاجات غريبة أولاً ما هو أسد فوقت ده؟ ليه؟ ربيت أسد صغرناً كده لمدة 3 أسابيع بس هو كان يعني ما يقدرش يعيش في الأماكن اللي إحنا نعيش فيها في الرفاهية؟ في الرفاهية فاوديته بقى السرك وتخلصت منه راح السرك؟ راح السرك يعني بقى مشهور؟ لا ما نفعش ليه؟ ما نفعش ليه؟ جابوه هنا أظن وعملوا بيئي حاجة هو كان لما أخذ غبي؟ كان هو فيه غباء هو عموماً أنا بالنسبة لزكاء الأسد الأسود عموماً ما هيش أذكية مثل مثلاً زي الفهد الفهد أسكى وأسرع وعنده دماغه منوارة دايماً ويعرف يتصرف لأنه سريع وعنده فيزيكال فتنس مزبوط الياقة عظيمة الياقة عظيمة فكون مدنية عظيمة آآ، فضيع شكرا للمشاهدة